اشتراك مع مجمع الملك الحسين للأعمال بايولاب نظم الحمل بتخفف الحمل مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في بداية الليل أجواء مغبرة ويتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح والرياح نشطة مع حبات قوية لكن بعد منتصف الليل تتأثر المملكة بحالة ما بين متوسطة إلى قوية من عدم الاستقرار الجوي لذا تتكاثر الغيوم تدريجيا وبعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر تبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الجنوبية ثم تبتد إلى بقية المناطق والأجواء بعد منتصف الليل غائمة وباردة وماطرة والحرارة الصغرى المتوقعة 8 درجات مئوية أحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الأربعاء انخفاض واضح على درجات الحرارة الأجواء غائمة ماطرة زخات من المطر على فترات قد تكون أحيانا غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والبرق والرعد وأيضا درجة الحرارة العظم المتوقعة بحدود 14 درجة مئوية يوم الأربعاء ليلا أيضا الأجواء باردة غائمة ماطرة زخات رعدية من المطر أيضا على فترات والصورة المتوقعة 8 درجات مئوية يوم الخميس الأجواء أيضا باردة نسبيا غائمة جزئيا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات رعدية من المطر على فترات والعظم المتوقعة بحدود 14-15 درجة مئوية يوم الخميس ليلا أجواء باردة يتشكل الضباب يتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح يوم الجمعة استقرار على الأجواء لكن انخفاض على درجات الحرارة أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا الحرارة العظم المتوقعة 12 درجة مئوية لكن يوم الجمعة ليلا أجواء باردة والصورة المتوقعة 6 درجات مئوية الأماكن التي ستتعرض لتساقط الأمطار في حدود منتصف الليل يبدأ سقوط الأمطار في المناطق الجنوبية لكن صباح يوم الأربعاء يمتد هطول الأمطار ليشمل معظم مناطق المملكة ويستمر هطول الأمطار في معظم مناطق المملكة يوم الأربعاء والأمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد والبرق والبرد وأيضا قد تؤدي إلى تشكل السيول في الأماكن المنخفضة وحدوث أيضا بعض الفيضانات في الأماكن المنخفضة هذه الوضعية الهطول الأمطار يوم الأربعاء ليلا لكن بعد منتصف الليل يقتصر تأثير سقوط الأمطار في المناطق الشمالية والشرقية وجزء كبير أيضا من المناطق الجنوبية يوم الخميس صباحا يقتصر أيضا الهطول على المناطق الشمالية والشرقية لكن أيضا تبقى فرصة الهطول واردة في منطقة العقبة وزي ما حكينا الأمطار تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا توصيات وتنبيهات من الحالة الجوية المتوقعة أول شيء الانتباه من تشكل السيول وجريان الأودية في أنحاء أو في أجزاء من المملكة خاصة المناطق المنخفضة وأيضا الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية هذه الليلة وصباح الغد في المناطق التي لم يحدث فيها هطول أو قبل حدوث الهطول وهذا طبعا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وندعو جميع السائقين أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرقات الخارجية بسبب الغبار وأيضا الانتباه من حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار والأتربة المثارة لكن بعد منتصف يوم الأربعاء ويوم الخميس بنحذر أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ملخص للأحوال الجوية للثلاثة أيام القادمة أول شيء زي ما حكينا حالة متوسطة إلى قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة يوم الأربعاء والخميس تؤدي إلى حدوث زخات رعدية من المطر في معظم مناطق المملكة أو كافة مناطق المملكة تبدأ في المناطق الجنوبية ثم تمتد إلى بقية المناطق والأمطار تكون أحيانا غزيرة وقد تؤدي إلى تشكل السيول وأيضا تكون الرياح نشطة السرعة مأحبات قوية قبل الهطول تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المطارة أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع السلامة ومن طقس العرب لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر